عشان في سؤالين يعني انا ايه متبلغة بيهم شخصيا يعني اتنين ستات لطاف جدا قابلوني وواحدة قالتلي انا من ساعة اما ورست من جوزي من والدي ورست من والدي حرب شعواء من جوزي ومن حماية ان لازم ورسي يأدي لجوزي هو كده فلوسك هتعملي بفلوسك بايه ورسك لجوزك يعني بتعملي بورسك ده ايه فبتقولي يعني من ساعة اما حياتي تحولت جحيم من ساعة اما ورست وحماها متدخل في الموضوع بكده بعين يعني هو كده يعني ايه تحتفظي بالفلوس لنفسك فلوسك لجوزك تجي الورس لجوزك علشان ده كله اللي ايالكو وكله لحياتكو تعملي بفلوسك ايه لوحدك وكده علشان هي بتحتوي كده يعني ايه حاجة ايوة يعني عشان في حاجة عشان هو محتاج قايتلي ايه مش محتاج عشان هو مزنوق مثلا في الفلوس فانتي معاكي فبدل ما يستلف من بره يستلف قايتلي لأ خالص هو معاه ومعاهم وكده بس طالما انا خدت فلوس الفلوس تروح لجوزي نحلى يعني برضى فانطبنا لكم عن شيء منه نفسه لو هم تنزلوا عن حاجة فكلوه هنيئا مريئة طب لو هم تنزلوش يبقى مالحرام طب في اسناء بقى الانفصال او الطلاق ربوني يقولي ايه وان اردتم استبدال زوج مكان زوج هتطلق واحدة واتجيب التانية وآتيتم احداهن قنطارا قنطارا يعني بلغة العصر مليارديرا يعني سيدة اعمال نجحة وآتيتم احداهن ايه قنطارا خير يا رب فلا تأخذوا منه شيئا طب لو خدت منها غصب عنها اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم مفاقا غليظا ايه ده؟ كل واحد شوف القرآن ده واضحة وقاطعة الموضوع بص يا فندم الست لو هي مليارديرا اسمها بيقوله ملط مليارديرا او لا؟ مهتانا واثما مبينا الموضوع من تاته خد بالك بحق المرأة لو ملط بيقوله ملط ويقوله مش عارفش مليارديرا ماشي معارفش انطقيها بقى انت حضنك طب وبعدين لو هي مليارديرا بيقوله واجب على جوزها ان ينفق عليها او على ابوها على ابيها او على اخيها وهي فلوسة تحط او توضع معززة مكرمة هي حرة التصرف فيها لكن لو ساعدت جوزها وساعدت اهل جوزها تكرما منها خير وبرك طب ما ساعدتهم شي خلاص يا حر اشتركوا في القناة